سلام القدس لكم وعليكم أحبائي وعزائي وأحر التعازي ومشاعر المواساة لأسر الشهداء بعد يوم طويل هذه المجزرة المروعة في الحقيقة نتحدث عن 500 شهيد ونتحدث عن 1500 إلى 2000 جريح الرقم يمكن يوصل إلى 3000 بين الشهداء والجرحة والقصف مستمر والاستهداف مستمر هل هي الحرب الكبرى؟ هذا هو تفسير ومواصفات الحرب الكبرى؟ لا هي حرب مؤلمة أكيد وهي ضربات قاسية لكن الحرب الكبرى هي عندما نشهد العاصمة بالضاحية القصف العشوائي للتجمعات السكنية حتى النبطية صور المدن يعني عملية التدمير التي رأيناها في حرب 2006 ونموذج غزة في الحقيقة وعندما نشهد بدء التقدم البري على الحدود يعني الهجوم البري يعني محاولة الاجتياح البري لأنه عندنا 6 فرق رح يصير 8 فرق للجيش الإسرائيلي هوا مع بعض بيعملوا حرب كبرى إذن نحن أمام ضغط على توتر عالي بقلب ذات المرحلة اللي سميناها أننا دخلنا الحرب المفتوحة الحرب المفتوحة هي غير الحرب الكبرى مثل ما سبقوا إلنا يعني الحرب المفتوحة هي الحرب التي يعني ما إلى سأف زمني مفتوحة على كل الاحتمالات يعني ليس هناك من ممنوعات فيها لا نتوقعها وبالتالي نحن أدام أي فرضية تصح فيها والحرب المفتوحة هي أيضا الحرب التي يعني لا نعلم كم تستمر ولا إلى أين تذهب نحن بقلب الحرب المفتوحة هلأ هذه جولة ضخمة من التصعيد تعقب جولتين ضخمتين من التصعيد واحدة منهما كانت حرب اللاسلكي يعني اللي تجسدت وتمثلت بضربة البيجر كما ضربت أجهزة الاتصال اللي حصدت خمس تلاف بين شهيد وجريح يعني فيهم تقريبا مش أقل من مئة شهيد وأربع تلاف وخمسمائة جريح ثم ضربت الضاحية اللي هي اغتيال القائد إبراهيم عقيل والقائد الحج أبو حسين وهبي ثم معهما عدد من المسؤولين الميدانيين في قوة الردوان وعدد من المقاتلين والإداريين وهذه الضربة الثالثة اللي هي بيئة المقاومة البيئة المحيطة بالمقاومة خاصة في منطقة الجنوب والبقاء شو السياق الذي تتحرك عليه إسرائيل لماذا لم تذهب إلى الحرب الكبرى مفهوم يعني بعتقد الجواب بسيط عند أي مدقق أنه قصف الضاحية وبالطريقة العشوائية غير استهداف مثل مبارح مثلا محاولة اغتيال يعني قصف الضاحية بالمباشر على طريقة 2006 بيعني بيروت أصعب يعني لكن خلينا ناخد الضاحية سوف يعني حكما الضاحية بالنسبة للمقاومة هي بيروت يعني بيروت والضاحية عم نحكي ما هي ضاحية بيروت الجنوبية هذا يعني أن تل أبيب باتت بالمقابل تل أبيب قصف عشوائي بتقصف عشوائي يعني حتى الآن حتى القصف الذي جرى في الجنوب لا يزال ليس هو القصف العشوائي الغزاوي خلينا نقول يعني ما اتخذت مدينة صور ومدينة النبطية على الطريقة اللي تم فيها التعامل مع خان يونس ومع مدينة غزة إسقاط الأبراج تدمير منهجي للبيوت قتل كل من في المدينة في مجزرة كبرى نعم لكنها انتقائية يعني على أطراف البلدات بالطرقات هذا حتى في مستشفيات مبارع استهدفت توسيع يعني أنه على بقعة يسكن فيها قرابة المليون ومص مليون نسمة أنك تأخذ لتقتل خمسمية وتجرح ألفين وأكتر ألفين وخمسمية فأنت بدك بتوزع بصير هون اتنين هون تلاتي هون اتنين هون تلاتي ليست القتل المستمر على طريقة غزة ولكنها قتل مؤلم وموجع شو الهدف منه شو الوظيفة في الحقيقة طبعا في ناس بلبنان وفي ناس بالمنطقة لا يخجلهم أن يكونوا مع إسرائيل يعني لا يخجلهم وبيستسهلوا أنه يتريأوا وينكتوا ويسخروا والدم بالأرض والناس عم بتموت والبيوت عم تتدمر كأنه يعني هذا ليس لحم هو لحمهم لألبع الإسرائيلي أوكي ينفذر هو الإسرائيلي يعني نحن عم نحكي عن الناس اللي عنده دم يعني الناس التي تشعر الناس التي تنتمي إلى عالم البني آدم يعني اللي هو بشري وليس بهيمة يعني فالبشري يتألم البشري يشعر بالوجع البشري الطبيعي يعني عم بحكي كما كان يتألم في غزة في ناس كانت عم تتدمر غزة وعم بيقول خرجهم أنه هاي حماس مين قال لتلعب مع الإسرائيلي اللعبة أدو هي لتلعب معه هاللعبة يعني خليها تدفع الثمن أطفال عم تقتل عم تطلع شئف أشلاء قدام العيون الأجانب عم يبكوا يعني ممثلين كبار بهوليود عايشين بالمليارات عم يطلعوا يعتزلوا ويبكوا ويتركوا الشركات الكبرى اللي مرتبطة بإسرائيل طلاب جامعات عمر الورد بأمريكا عم يطلعوا بيتعرضوا أنهم يخسروا تخرجهم ويحرموا من الدراسة الجامعية مش سائلين تضامنا مع هذا الحق الإنساني وفي ناس من لحمنا ولمنا بكل أسف يعني أكيد هؤلاء زنا يعني وليسوا أولاد حلال يعني بيشمتوا 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 بابن غزة وبيشمتوا بابن الجنوب وبس نكاية وكيد يعني بكل ما هو مقاوم أو مولين من أجهزة مخابرات فإنه هؤلاء حرام الواحد يفكر حرام عن جد يعني يفكر كيف بدوا يأنعهم أو كيف بدوا يناقشهم أو كيف بدوا يثبتلهم أنه المقاومي صح والمقاومي مع أخي عمرك ما تقتنع ستين عمرك ما تقتنع هذا دمنا هذا لحمنا أضعف الإيمان أننا نشعر بالألم نحن شو اللي يخلى جبهة الجنوب تفتح الشعور بالألم تجاه جبهة غزة تجاه ما يجري في غزة شو اللي يخلى جبهة غزة تفتح ليش راحوا الناس عملوا الطوفان يعني ما نرجع نناقش الأليف به عملوا الطوفان لأنه 76 سنة ما حدا سائل عن مأساة فلسطين العرب اللي التزموا أنه ما منعمل تطبيع لا تنحل القضية الفلسطينية بيعوها وراحوا طبعوا لأنه الأمر كان قالوا لهم روحوا لها راحوا لها الأدل القصة ما حدا يعمل لي منها عظمي وتحليل فلسفي ونظري وإلى آخره ويعد لي بمحط التليفزيون وبيفشط وبيشيله وبيحط وأين ما في إيران ما في إيران بلادنا المحتلة مش عرب هذه أرض عربية فلسطين وهذا شعب عربي في فلسطين وهو لأبناء السنة في فلسطين للي بدوا ياخدها مذاهب شو عملتوا بعتوهم طروا الفلسطينيين يروحوا على باب الله فليكن يا آتل يا مأتول هاي هي طوفان الأقصى لا تحتاج إلى خطة معنى هالسلاح شون تركوا يصد وبكرة خط حيفة يفتحها من الخليج على الهند على أوروبا هيك هيك هذا هو طوفان الأقصى لا طالعوا لا نازلي وهذه العملية الاستشهادية لأهل غزة مشان تفهموها يعني طوفان الأقصى هو قرار استشهادي لكل أهل غزة مش حماس لحالها والدليل أنه لهلا كل أهل غزة وقفين ورا حماس لأن الذي ينتظرهم إذا انتصر الإسرائيلي أسوأ من الموت الذي ينتظرهم إذا استمرت الحرب بصراحة هذا الإسرائيلي ما بينظر لحدا من العرب بصفته كائن يستحق الاحترام حتى لما بيضحك عليهم وبيطبع معهم لا يسرق مصرياتهم لكن هو يعملهم باحتقار هو لا ينظر إلى هلأ في حدا مبسوط بهذا الشيء ينفجر يعني في حدا ما بده يشوف الله يعمي بصر وعبصيرته بس ها هي الصورة صورة ما في حسابات ما في أنه ما حسبوها كنتوا شو ما قلكن 76 سنة بتحسبوها شو طلع لنا من حساباتكم شو طلع لنا الدولة المسؤولة عن غزة راحت عملة اتفاق كام ديفيد وكبت غزة والدولة المسؤولة عن الضف والقدس راحت عملة وادي عربة وكبت الضف والقدس ويا فلسطينيين يدبروا راسكن ورئيس السلطة الفلسطينية الله يوجه له الخير أبو عمار الله يرحمه عمل الاتفاق يجينا محمود عباس أبو الاتفاق تنسيق أمني وملاحقة للمقاومين شو يعني شو الوصفة اللي عم تعرضوها على الفلسطينيين إذا ما راحوا على الطوفان معليش شو هي الوصفة البديلة قوش له بقي شي من الضفة مش كلها صارت استيطان مش كانوا مئة ألف مستوطن صاروا مليون طيب القدس بقي منا شي للقدس ما شايفين البيوت كيف عم بيبوتوا عليها المستوطنين بحماية الجيش وبيزعبوا أهليها واللي بيقاوملوا شوي بيقتلوا أو بيسحبوا طيب إنه إذا فكرت محل الفلسطيني فيك ما تقول مخصني أوكي بس إذا عم تقول خصك وعم تتفزلك على الطوفان وبتقول إنه كان مخامرة وغير محسوبة وتهور ومدري شو هذا شو البديل الذي تعرضه على الفلسطينيين هو بديل واحد فلو وأرض الله واسعة وإنسوا فلسطين وبين هؤلاء كفاءات ومهارات وناس حامل شهادات وعند عروض لا تروع لندن تروع أمريكا تروع كندا حتى اللي بأمريكا وبكندا من الفلسطينيين لا ينطع عن فلسطين إمدادا واستعدادا وحراكا من أجلها طيب عم تقول لهم انسوا ما بدون ينسوا هجروا ما بدون يهجروا عيشوا الذل لأنه البديل إذا بئيت تنكيل يا تقتل على حاجز يا تغتصب زوجتك بنتك قدامك يا ابنك يقتل هذا المعروض عليهم الفلسطينيين طيب قامت هذه النخبة الفلسطينية الاستشهادية باسم شعبها والدليل أن شعبها لا يزال معها رغما عن أنف كل التافهين والحقراء والأنذال وهذا الشعب اللي بعده معها هي ويا في هذه العملية الاستشهادية سنة كويس يا خي ما في إيران ما في إيران فيش إيران فيش إيران اعتبروا إيران بعد إيران الشاه شو بيساوي الفلسطيني شو العرض الذي يقدم للفلسطيني غير الذي قام به شو في عنده حل أنا جوابت على حدا من الأصدقاء طبعا من حرقة قلبه يمكن عم يسأل عن إيران بس أنا عم أقول تعالى نرجع نفكر من الألاف بيت لما نبلش باليه ونحنا بعدنا مش مقطعين الأحرف الأبجدية تبع المشهد الحقيقي المشهد الحقيقي هو هذا هذا الإسرائيلي استطاع بمعونة عربية ما نضحك على حالنا ما العرب تخلوا عن فلسطين من كامب ديفيد إنه خود غزة ودب الراسك فيها ثم وادي عربة خود وضفها والقدس ودب الراسك فيها ثم التطبيع نحنا معاش خصنا كنا ضحكنا على الفلسطينيين وقالنا لهم راهنوا علينا وراهنوا على المفاوضات وتركوا البندقية وسدقونا وعملوا اتفاقيات أوسلو وشطبوا إلغاء إسرائيل وإزالة إسرائيل وشطبوا الكفاح المسلح ضحكنا عليهم عشره سنة وبعناهن طيب اكتمل المشهد العربي في سوريا وفي فتنة دمرناها بمال عربي بفتوى عربية برعاية عربية سياسية رحنا على مجلس الأمن بركي مناخذ قرار بالفصل السابع وبيجوا الأمريكان ببيدوا ما تبقى من سوريا باعتبارها الدولة العربية الوحيدة اللي ما مشيت بالمشروع هذا الذي يجري هالفلسطينيين خليهم بلش من عندهم أرروا أنهن مش رح يقبلوا يعيشوا حياة العبيد بظل الاحتلال ولا رح يقبلوا يعيشوا حياة التغريبة الهجرة ونسيان القضية خلقت وقرروا عمل استشهادي بس لا طالعوا لا نازلي لا سألين عن إيران ولا سألين إذا حزب الله بيوقفوا لا سألين ما همهم لأن البديل لو صمتوا كان البديل هذا الخط مشي غزة بدت انشال بالتي هي أحسن يعني مثل ما عم يعملوا بالغذس مثل ما عم يعملوا بالضفة بتفوت الدبابات بتفوت القوات العسكرية ويلا رحلوا من هون هذا خط قناة بن جوريون بدت تمشي من هون بديلا لقناة السويس ومصر مكتفي وهي تخسر آخر مورد مالي عندها اسمه قناة السويس وممنوع تفتح تمها قناة بن جوريون بديل لقناة السويس خط الخليج حيفا بيكمل على الباقي يعني اللي بعد بيمرق قناة السويس عنده هذا الخط وزيادة عليها منصات الغاز لهذا المخزون الضخم في ساحل غزة ومنتجعات محل هالبيوت وهالمخيمات وهذا وفي خطة جاهزة يعني وبيبيعوها بالبورصة وبيعملوا على البحر شي حلو وقال طيب قرر الفلسطينيون واللي قالوا سمحت السيد في الخطاب الأول انه ما معنى خبر وعرفنا بالتليفزيون صادق مئة بالمئة صادق مئة بالمئة لكن ما فعله الفلسطينيون كان صحيحا لأنه لو عرضوا على أي عاقر رح يقول لهم عم تخوتوا بس ما كان عندهم خيار تاني خلص ضاقا ناس وذرعا حتى المواطنين النساء الأطفال الرجال الشيوخ رح يضربوهم لقيادات المقام إذا ما بيعملوا شي الكلفة قاتلة يا خيم استعدين للكلفة القاتلة بدنا نموت خلص معاش بدنا ما بقى فينا انطيق هذا الوضع طيب حدث الطفان بناء على هذا الاعتبار اللي عنده نخوي بين العرب شو اللي فيه باقي هيك باقي الدم وشهامة بيحسبها بيحسبها ما هي تبعات الوقوف إلى جنب غزة هاي على طريقة ما قال مضفر النواب الله يرحمه وتركتم كل زنات الليل يدخلون إلى حجرتها وسمعتم أصوات بكارتها فصرختم وتنافختم شرفا شو مش سللتم خناجركم أن تحموها وسللتم خناجركم وصرختم وتنافختم شرفا أن تسكت ما تفضحينها سكتت خليني يغتصبوك على السكت هذا الموقف العربي وبيقولون هو طبعا وانا لا أخجل من أنه ردد وراءه شعرنا الكبير أولاد الجحبة هل تسكت مغتصبة لم تسكت هذه المغتصبة اللي فيه نخوي شو بيساوي شو بيقدر بيقدم بخاطر بتحمل المخاطرة ما فعله حزب الله تحمل للمخاطرة نعم ما فعله اليمن تحمل للمخاطرة نعم ما تفعله سوريا تحمل للمخاطرة بأنه هي المستودع السلاح ومعبر السلاح وهذا نعم ما فعله العراق تحمل للمخاطرة كمان نعم ببيئة عراقية فيها كثير من الأمراض والتشوهات يعني بتوقف مع فلسطين وبيطلع حدا بدو ينأشك شي عيسني بالعراق شو وفيها الأكراد فتحين ميت خط عم بحكي القيادة السياسية عا إسرائيل وعا أمريكا وبيهددوك بظهرك بخناجر والاحتلال مستأوي بكل هذا الاحتلال الأمريكي إيران عملت مخاطرة نعم عملت مخاطرة إيران ما عم تعمل مصالحها القومية والوطنية والإمبراطورية الأمريكي لعلمكم وأنا مسؤول عن هالكلام والعمانيين موجودين يوسف بن علوي حي يرزق لم يعد اليوم وزيرا للخارجية كان وزيرا للخارجية يطلع يكذبني أنا عم نادي حمل عرضا من الأمريكيين للإيرانيين اللي مش سامع يسمع والمش عارف يعرف سنة الالفين وثماني سنة الالفين وثماني عم قول عمت وأبلغه الله يرحمه الشيخ رفسنجاني وقال له الأمريكيين جاهزين المشروع الإمبراطوري الذي يحكي عنه لإيران موافقين عليه شو يعني المشروع الإمبراطوري قال له واحد ملف نووي صحتين أصلا الأمريكيين مش فارقة معهم وجود صواريخ نووية سلاح نووي عند باكستان والهند لأنه مضمون أنه هذا ما بيأذي إسرائيل فبتكن تبنوا ملف نووي سلمي ما في مشكل وبغض النظر يعني مغضين النظر عن الملف العسكري عند الباكستان مش قايلين دولة إسلامية تملكوا صاروخا نوويا ما فارقة معهم اثنين أنتم قوة الخليج الحاكمة كما كانت إيران الشاه يأتي حكام المنطقة ويقبلون يديه كانوا مضبوط ثلاثة العراق تحت العباءة الإيرانية أربعة أنتم شركاء في حل أفغانستان كانش بعده لأمور واصلي إلى حيث وصل خمسة دول آسيا الوسطى التي كانت جزءا من بلاد فارس في الماضي تكون يعني تحت مظلة فيها نفوذ ودور لإيران البيئة الشيعية العربية امتداد لكم شو بتكون فيها بالبحرين بالعراق بلبنان باليمن بهذا منحكي يعني تاخد اللي بديه المطلوب شي واحد انسوا موضوع مقاومة في فلسطين بتكون تبعتوا فلوس وبعتوا بناء بيوت مساعدات لمستشفيات لهذا أعمال مدنية يعني طلعوا من موضوع من مقاومة وعدم الاعتراف بإسرائيل يا خي ما تعترفوا بإسرائيل لا تمولوا لا تسلحوا لا تحطوا مشروع مقاومة اللي عم بيقول النفوذ الإيراني والملف النووي هوا حاصل عليهم إيراني اليوم ومبارح وقبل عشر سنين إيراني الي حصلت على الاتفاق النووي شو اللي خلى الأمريكي يطلع منه اللي خلى الأمريكي يطلع منه انه المعلومات المعطيات الوقائع كلها قالت ان نصف العائدات للأموال التي حررت ذهبت الى قوى المقاومة والمشروع اللي بعقل الأمر كان انه روحوا تنعموا بالأموال وطلعوا منها لصة لما لقوا انه كل ما تحسنت حال إيران تزيدوا متل ما عم بيقول ترامب هلأ لبايدن انه انت عطيتهم الفلوس راح وعطوهم للحماس ولغير حماس مظبوط بس ليش عطاهم ترامب ليش عطاهم بايدن الفلوس لأنه إلو عندهم إلو عندهم خان إنه ما يعنيه وما يهمه بدك اعطيني السفينة المحجوزة وعطيني المعتقلين وعطيني بعطيك وهو مثل أي رئيس بده يعمل شعبية فبده يقول أنا جئت وحررت المعتقلين ولا نترك معتقلا أمريكيا في الخارج وبيتفحقه وإنت عملت قبله يا ترامب وإنت لما أسقطت الطائرة التجسسية الأمريكية لأنه ما بدك تعمل مشكل برئاستك فبدأ الطاعة التي هي أحسن قلت أنا طالما لم يموت أحد وما في دم ماشي الحال ضربت أرامك وركضوا عليك دول الخليج دخيلك يا ترامب لا 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 ما بدنا نعمل ورط بمشكل نكون كذابين يعني فإذن المعادلة هي هذه بدأت من هنا ذهب الفلسطينيون بسبب معاناتهم ومظلوميتهم وقهرهم وعجزهم عن التحمل وقد ضاقوا ذرعا وخلاص تسكرت بواب الدنيا بوجهون يا قاتل يا مأتول الطوفان عملية استشهادية جماعية للفلسطينيين هاي أنا بظل تذكر فيها تشبه كما أن صيدة يوم حصرها أرتح جشته الثالث أغلقت أبواب القلعة وأحرقت نفسها غزة ما بدنا تحرق حالا عملت هذا الخروش وهو رائع وهو عظيم وهو أسقط على كل حال كل مشروع التطبيع وهذا بفسر ليش في ناس محروقة مثل ما بقولوا محروقة لأنه طار المشروع محروقة لأنه طار المشروع ليه لأنه المشروع بلس السعودية مالو طعمه والسعودية لم تعد قادرة أن تذهب إلى التطبيع بدأ على القليل 20-30 سنين للناس تنسى مثل 48 شو عملت جو عربي هلأ مثله تحكم الحكام والمشايخ وتحكم الكل وأد ما يحاولوا يتمردوا في مزاج عام خلق داخل كل دول المنطقة وشعوبها ما حدا في قدر يطلع مني هذا الحقيقة وإلا حدا يفسر لي ليش 95% المقاطعة بالسعودية لمكدونالد وستاربوكس ليه إذا الشعب مش فارقة معه ليش بمصر عم بيسكر مكدونالد ليه هو أعلن بياناته 62 فرع ليه سكرون أو 26 ليش عم بيسكر فيه مناخ عام بالمنطقة يتألم تتمزق الناس من داخلها الكلاب ما بيحسوا والكلاب شرفاء كمان لا هو مش كلاب الخنزير ما بيحسوا حتى الحيوانات بتبكي على مشهد غزة اللي ما عنده الخيار تاني مش وقت تتفلسف عليهم تتأستاذ عليهم طيب إيجت ناس كمان تطرح على نفسها السؤال أنه نحن لا شو سلاحنا إذا منذور لفلسطين ومن أجل فلسطين هذا وقت فلسطين عندنا بلد مسؤولين عنه وما فينا الخاطر فيه بالمفتوح فلازم نساعد غزة وبذات الوقت ندير بالنا أن نبعد كأس الحرب المر الذي لا يريده اللبنانيون شو يجا عمل حزب الله فتح الجبهة أول يوم بلش بمزارع شبعة ثم وسع عرضا ثم وسع عمقا لا يضغط بأي معادلة معادلة إرباك الجيش أنه الجيش ما فيه يترك جبهة الشمال وعليها كل هذا الوضع حد أدنى بضي يظل حاطة فرقة فرقتين عليها حد أدنى بضي يظل حاطة جهد استخباري عليها وبالمقابل مهجرين ميتين ميتين وخمسين عملوا حالة ورأي عام لكن ما تحرك الشارع هاو الأسرة هاو المهجرين خمسين ألف ميت ألف بصيروا مية وخمسين ألف بصيروا ميتين ألف بدوا يتحرك محل ما يجوا وعملوا مشكل وهني مشكل فهني يعني مشكل دوب الفاس طيب واضطر الإسرائيلي والحساب صحيح وقال لاش عم بصير اللي عم بصير إذا ما كان موجع إذا ما كان مؤلم وبالمقابل بهالأسنة إذا جن الإسرائيلي لازم يكون حاضرين بشو حاضرين ضرب التجهيزات الاستخبارية الاستعلامية قد ما فينا نمهد بقلب الجبهة هاي مساحة تكبل يدي الإسرائيلي عن عمل عسكري وعندنا قدرة نارية بنيناها بهدوء بمثابرة بثبات وعندنا قدرة قتالية برية جهزناها وحضرناها فإذا أراد المغامرة بحرب نارية نكون قادرين وإذا أراد المغامرة بحرب برية نكون قادرين طيب هاي هي المعادلة وصل الإسرائيلي ما قادر أنه يعمل إنجاز سكرت بغزة ما قادر بجبهة لبنان ما قادر وصل لمحل أنه ما في حل إلا يروح على الاتفاق الذي تقبل به حركة حماس لن نقرأ الأمور كما هي راح نتنياهو على أمريكا وتشاوره مع الأمريكيين وقال لهم أنه هذا الاتفاق بصيغته الحالية هذا هزيمة كاملة لإسرائيل وأنه ربطه بحل الدولتين ومنجيب لك تطبيع مع السعودية لفظ حل الدولتين يعني نهاية إسرائيل حكاهم الأمور كما هي وأنه في حرب أهلية بإسرائيل بدا تصير لأنه هؤ المستوطنين اللي بشكله اليمين المتطرف الديني والقومي هو الكريمة تبع الكريمة للمشروع الصهيوني وهو ما فينا نلعب معهم ونضحك عليهم وأنه هذا حكي سياسي وهذا اثنين أنه ما رح نحصل شيء من السعودية إذا ما عملنا خطوات عملية باتجاه الدولة الفلسطينية لأنه الموج عالي بالمنطقة إلى جانب الفلسطيني في حل واحد إن كنت تدركوا كأمريكان كغرب إذا هزمت إسرائيل هزمتهم ما تراهنوا إنه مع روسيا والصين حدا بيحكي معكم إذا خسرتوا الشرق الأوسط وإذا خسرنا نحن كل المنطقة حتتنمر عليكم حتى المحسوبين حلفاء مثل ما السعودية راح تقالت أنا ما بلتزم بالعقوبات عروسية وقالتوله زيد الإنتاج مليون برميل راح نقصوا مليونين وقال أنا بدي نسق مع الروسي وراح عمل الاتفاق الصلح مع إيران برعاية صينية وراح وقف التسعير النفط بالدولار وهذا الحكي واقع ولا مش واقع وهي التركي رايح يتفق مع إيران كل ما بتضعف إسرائيل بتضعفوا أنتو وبصيروا الحلفاء ينطوا فوق ظهركن ويروحوا يحكم مع روسيا والصين بدكن تردوا المهابة الأمريكية حتى مع روسيا والصين بتايوان وبأوكرانيا بدها تربح إسرائيل هاي المعادلة خطابه بالكونجرس هلأ مننا يعني لازم نشرحه ونقول الكذب اللي فيه ونقول العنتريات اللي فيه وهذا حقيقي كله كذبه وهذا لكن فيه جوهر فكرة اشتغل عليها نتنياهو وهي مقنعة ومنطقية لا تقنعوا أنفسكم أنه إذا هزمت إسرائيل ثمت مكان للغرب في الشرق الأوسط طيب شو المطلوب المطلوب تزودوني بأسباب القوة أنا هلأ دي حدول قدرتك طيب ملف فؤاد شكر عند الأمريكان أنه هو أتى لفؤاد شكر عم يعمل ضحكه يعني هو فيه روح يعمل بإيران غارة لو عنده الإمكانية التقنية يعملها فيه روح يعمل بإيران بدون ما أمريكا تكون موافقة وهي عامل ملف إيران هذا ملف أمريكي خالص يعني ما زح هذا عطوا إسماعيل هنية فؤاد شكر منجي على المنطقة لنحمي ثم نفتح باب التفاوض لنحجب لنمنعهم من الرد أنه فيه تفاوض وبدأ توصل لأمور يعني الله يرحم اللي ماتوا وعلى الأقل أنقذوا من بقي على الحياة والأمريكي بيلبس الماسك طبعا أنه هو يعني المفاوض الوسيط والإسرائيلي المجنون اللي بدنا نهديه هاي اللعبة طيب ما زبطت اللعبة قتل من قتل استشهد إسماعيل هنية استشهد فؤاد شكر شو صار استشهاد إسماعيل هنية جاء بإحيال السنوار والرهان على لعبة المفاوضات كله طار هيك صار واستشهاد فؤاد شكر جاء بضربة 8200 مرتين يسقطت إسرائيل لا نريد الحرب لا نريد التصعيد بطلنا إلى آخره وبلش يحكيه بمعبر فيلادلفيا وهك لايك ولا نسي كل المفاوضات المصل الأمريكي شالولو الأمريكان من الخزنة ملفات جديدة هذا البيجر وهي أجهزة الاتصال السلكي شو البيجر البيجر أنه آلوم مدرمينهم وشركات واجهة لا بيكبولنا كمية أخبار من مؤسسات إعلامية مرموقة وتقارير فيها شيء من الإقناع وأسماء وصور وكلها فيك كلها فيك كلها كذب بيخترعو لنا حكايات وروحوا بيداحرجو لك كرات بين جريك وتفشكل وتفركش فيها هلأ عمليا هاي عملية البيجر هاي عملية أمريكية كاملة هاي عملية أمريكية 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 أ